السلام اخوة مرحبا بكم في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اذا انت من محبي الالعاب والاداء الاوفر باور اتوقع ان هذا الهاتف رح يكون افضل خيال لك في الفيم تاتة عشرية. وهو الريد ماجيك ثمانية برو. هاتف يديك اقوى عتاد بافضل سعر. كالعادة رح نتعرف على مواصفتها الكاملة وسعرها بالدولار وسعرها المتوقع في السوق الجزائرية. واذا حبيت تشريه من موقع الشركة رح نخلي لك رابط شراء في الوصف. لكن قبل ما نبدأ الفيديو كالعدم تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة اذا كنت شاهدني لاول مرة بضروري تفعل جرس التنبيه باش تصلك اشعالاتنا اول باول. والان نبدأ على بركة الله. بداية تصميم الهاتف فخم بكل امن. فهو تصميم بسيط جدا لا يظهر انه هاتف العام فعلا. فالظهر يأتي بشكل مسطح وعندك ثلاثة عدسات افقية في المنتصف. وهو مكان ممتاز لانه يديك شعور مريح جدا عند استخدام الهاتف خصوصا عند اللعب والمشاهد. خامة الهاتف ممتازة تأتي من الزجاج مع فريم مسطح من الالم اليوم. والمميز اكثر ان خامة الظهر من النوع المطفي. يحتوي هاتف الريد ماجيك 8 برو على العديد من الازرار. فالجانب الايمن يحوي زر الطاقة ومروحة تبريد مدمجة تبلغ سرعتها 20 الف دورة في الدقيق. تتميز هذه المروحة باستهلاك منخفض للطاقة. يحتوي ايضا حساسات عالية جدا للعب بمعدل 520 هرتز. واخيرا مفتاح احمر يوجهك مباشرة لوضع الجيم. اما في الجانب الايسر فهو يحتوي مدخل لنظام تبريد الهواء داخل الهاتف. في الاعلى يوجد منفة 3.5 مليل السماعات وهو امر نادر جدا خلال هذه الاية. وعندك مايك لعدل الضوضاء ومكبر صوت. في الاسفل عندك مكبر صوت رئيسي يعني رح يكون عندك صوت ستيريو. وعندك منفة شحن طيب سي ومنفة شرح الاتصال. وعندك مايك لعدل الضوضاء. الوزن ثقيل 228 جرام ابعادة كبيرة موجه اكيد للجايمينج بمتياز. اما شاشة الهاتف هي من نوع اموليد مقاس 6.8 انش. بجودة الفل اتش دي بلاس بكتبة بيكسلات 400 بيكسل للانش الوحي. تدعم معدل 120 هرتز تقدر تتحكم في هذا المعدل يدويا من 60 او 90 او 120 حسب استخدامك للشاشة او تخليها تلقائيا. بهذه الامكانيات رح تديك هذه الشاشة تجربة اداة مميزة من ناحية السلاسة والاستجابة العادية للأوامر. فهي تدعم معدل لمس 960 هرتز. اكيد اداها رح يكون خرافي خرافي جدا فهي موجهة للجايمينج بشكل كبير. والمميز ايضا انها تدعم مليار لون مع سطوع ممتاز تحت اشعة الشمس 1300 ديس. وهذا رح يديك تجربة مشاهدة ممتعة جدا فالوانها مشبعة ودقة عالية والسطوع ممتاز. بشكل عام شاشة بمستوى عالي جدا من الكفاءة والاداء. وبما اننا وصلنا لنقطة الاداء فالهاتف مزود باقوى معارض من كوالكو سناب دراجون 8 الجيل الثاني مع المعارض الرسومي ادرينو 770. يبدأ ب 12 جيجا رام من نوع LB DDR5X وذاكرة تخزين 512 من نوع UFS 4.0. بهذا العتاد رح يشغل لك اي لعبة مهما كانت وبأعلى كفاءة دون اي مشاكل. تلعب لوقت طويل بأعلى اعدادات دون هبوط في الفريمات او نقص في الكفاءة. واللي يخلي تجربة الالعاب متميزة هو انه مزود بنظام تبريد متطور يمتد من المعالج حتى البطارية. وعندك ايضا مروحة تعمل بكفاءة عالي جد. لذلك رح تودع حرارة الهاتف بشكل نهائي عند اللعب. يعمل الهاتف بنظام اندريد 13 واجهة الريد ماجيك اس 6.0. اما منظومة الكاميرات عندك عدسة رئيسية 50 ميجابيكسل بفتحة 1.8 تتيبي سنسر من سانسونج جي ان 5. الثانية 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع والثالثة 2 ميجابيكسل للماغر. صور فيديو 8K بمعدل 30 فريم فتانية وال4K بمعدل 60 فريم فتانية. عندك عدسة امامية 16 ميجابيكسل تحت الشاشة تدعم الفيديو بجودة ال Full HD بمعدل 60 فريم فتانية. اداء الكاميرات جيد جدا فيتقدم لك صور بالوان رائعة وحدة جيدة وديناميك رينج مقبول في جميع العدسة. لكن ليس من العدل انك تقارن هذه الكاميرات بالمنافسين. فالهاتف موجه للجايمينج لذلك جودة الكاميرات اراها ممتازة جدا في فياتي السري. الهاتف يأتي ببطارية 6000 ميلي امبير مرفقة بشاحن 65 واط رح يشحن في 37 دقيق. اداء البطارية ممتاز جدا ففي الاستخدام المتنوع رح تكمل معك اليوم بكل اريحي. بالنسبة للبصمة فهي مدمجة تحت الشاشة تديك اداء سري. يملك هذا الهاتف سماعات ستيريو مميزة فالصوت قوي ونقي. اما باقي العتاد فالهاتف يدعم خاصية الان افسي يدعم البلوتوث 5.3 ويدعم الوي في 7. سعر الهاتف نسخة 12 جيجا مع ممتاز 56 هو 644 دولار اي في حدود 12 مليون او اكتر شوي جزائري. الهاتف للامانة مش في متناول الجميع لكن اذا حبيت شريها هخلي لك رابط شراف الوصف. هاتف خارق جدا كالعادة من شركة الريد ماجيك لعشاق الجيمينج باقوى عتاد وافضى شعر. كان هذا كل ما لدينا حول اقوى هواتف الجيمينج الريد ماجيك 8 برو. في الاخير متنساش تدعمنا بلايك تشترك في القناة اذا كنت شاهدني لاول مرة. ضروري تفعل جرس التنبيه بيشتصلك اشعاراتنا اول باول. دمتم في رعاية الله وحفظ. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة